اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن اجراء مئة وثمانية وسبعين الفا وخمسمائة وثمانية وعشرين فحصا جديد لفيروس كوفيد تسعة عشر كشف عن الف وخمسمائة وثنتين عشرة حالة اصابة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة خمسمائة وسبعة وخمسين الفا وستمائة وتسعة عشرة حالة كما اعلنت الوزارة عن شفاء الف واربعمائة واحدة وثمانين حالة جديدة من المرض وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء خمسمائة وسبعة وثلاثين الفا وخمسمائة وإحدى وثلاثين حالة هذا وتم الكشف عن وفاة ثلاثة اشخاص وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة الفا وستمائة واربعا وخمسين وفاة وعلى صعيد اللقاحات أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم واحد وستين الفا وثلاثمائة وثلاثين جرعة جديدة من لقاح كوفيد تسعة عشر وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم اثني عشر مليون ومائة وخمسة وستين الفا وثمانمائة وثماني واربعين جرعة تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك رئيسة الاتحاد النساء العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لشنت الهيئة المرحلة الأولى من برنامج تطعيم اللاجئين السوريين في مخيمات المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضد فيروس كوفيد تسعة عشر ويستهدف البرنامج تطعيم اثني عشر ألف لاجئ في المخيمة الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود ومخيمات الزعتري والأزرق والحديقة بلقاح سينوفارب